ولأنه موجود اجتماعي علاقته بالآخر أساسية في الوجود المدني بتاعه من غير الآخر الآخر كفرد وكمجموعة بالطبيعة ما فيماش وجود اجتماعي والإنسان علايش يضطر أنه يكون في المجتمع لأنه ضعيف إذا ناخذه بنته البيولوجية وفي علاقة بالطبيعة العلاقات هي رسمية الإنسان شما أنت رسمية الإنسان؟ يعني أنت كيف تبني علاقات وعلاقات صلبة على أرضيها يعني صلبة وقت اللي يتصنف العلاقات متاعك القريب والبعيد والمتوسط اللي يمشي معك خطوة اللي يمشي معك كيلوماتر اللي يمشي معك للآخر راس مال هذا راس مال يعني يشكل تجربتك ويشكل في ذات الوقت البعد الوجداني والعاطفي لكن أيضا النفعي فما علاقات فها منفع علايش نقول في الكلام هذا؟ لأنه نحن التوانسة والعرب بصفة عامة عنا برشة خلوية ما نعرفوش نصنفه العلاقات ونخلطه واللي عليقتي به انفعالية وجدانية عاطفية نحطه في مجال متاع مصالح ومن بعد نولي اللوم على نفسي هذا يدخل في الخدمة والضغط والاخر دخل والدعمه ومن بعد وقت اللي بشي ياخذ قرارات تولي العملية أزمة في الأسرة وما إلى هناك مسألة أخرى هامة جدا أنه ما نعرفوش نحافظ على علاقاتنا نحن علاقاتنا في سعة ما نتسرعه ونبنيه علاقات متاع صدفة أحيانا الراهن في علاقة الصدفة إنسان ما نعرفوش مليح ما نعرفوش ميزاجه ما نعرفوش خالفياته نبني عليه آمال ونبني عليه كابيتاليز في كل علاقة هذيك ومن بعد تصير لديسبسيون ما نعرفوش عقليني في مقربة الآخر وهكذا دواليك لكن ثم مسألة أخرى متاع الناس ما تحترمش الناس ثم الناس ما تعرفش قيمة الناس يتعاطى بأنانية كبيرة مع الناس يخسر علاقات لي من المفروض أنك تربحها لأنه رأس المال كيف نقوله نحن مش رأس المال جبان المقولة الشهيرة لا رأس المال في علاقاتك المتينة علاقات الثيقة اللي هي هامة جدا في الأعمال وفي العمل وفي كل مجال المبادلات النفعية كيف نقول احترامه وعدم احترامه تعرف قيمة الناس نقول أنه في آخر الأمر العلاقات هي ليجيب المصالح العلاقات هي إذا ما جابتش المصالح فهي تدرأ المخاطر تبعد عليك المخاطر والمجازفات إنسان ما ينفعكش ينجم يقول كلمة خير فيك وبالتالي يخلي الناس اتراجع حساباتها هام جدا العلاقات في الوجود الإنساني اللي ما عندوش نظرة اللي ما عندوش تصور وفلسفة في الحياة نلقا وهي يغفص في العلاقات ويدخلها بعضها ويخسر ناس مفروض أنه يكسبهم ويقرب منه ناس من المفروض أنه يبعدهم عليش الكلام هذا لأنه في آخر الأمر كل ما نحياه في الحياة الشيماعية الكسب والعمل والملكية والربح والرفاه لكل وراه علاقات في آخر الأمر بالعلاقات ناس عملوا ثروة بالعلاقات ناس عقدوا اتفاقيات بالعلاقات فما ناس لقات نفسها في مواقع قيادة لأنه فما شكون ناس تؤمن بيهم فما ناس اللي يقول لك نؤمن بفلان ولأنه نؤمن بفلان أنا مستعد باش نداف عليه فما ناس يقول لك أنا فلان يقنعني ونمولوا عندي الإمكانية باش نمولوا موش ممنوع اليوم وقت اللي نوصلوا نصنفوا علاقاتنا ونرتبوا علاقاتنا ونعرفوا نميزوا ما بين علاقاتنا ونحسب بمنطق علاقات القلب كما يقال الوجدان والعاطفة وعلاقات العقل وعلاقات المصالح وقت اللي نوصلوا نميزوا ونرتبوهم ونعرفوا كيفاش نحدوا علاقتنا بيهم وقتها معاش نغلتوا وننجموا نكسبوا مكاسب كبيرة نحكي على المكاسب راهي ما هيش فقط مكاسب مالية ما هيش بالمنطق المادي هي مكاسب في آخر الأمر وجدانية أحياناً الوجدان أهم كيف إنسان يسل عليك ويتطمن عليك أنجاست اللي متنجمان مش تقيسوا ولا تعاوضوا بأي مال شكراً منظر كنت هذي نصيحة ليك نصيحة ليك نصيحة ليك مش نتعدى مباشرة لفقرتنا الموضوع